موسيقى قالت الرئاسة الأوكرانية أن سلاثة انفجارات استهدفت اليوم منشأة البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف وأوضحت الرئاسة أن الهجوم على منشأة البنية التحتية للطاقة أدى إلى أضرار جسيمة في منطقة دينيبرو بيتروفيسك كما سمع دوي انفجارات في كريفوي روج بمنطقة دينيبرو بيتروفيسك ومن جهته أعلن عندة خاركييف عن انفجارات في المنطقة الصناعية وتم إيقاف المترو في المدينة كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوي في كافة مناطق أوكرانيا وخصوصا العاصمة كييف وطالبوا من السكان أن نزول إلى الملاجئ قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن الضربات الجوية الروسية دمرت 30% من محطات الطاقة في بلاده منذ العاشرة من أكتوبر وضف زيلنسكي أن الهجمات تسببت في انقطاع الطيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع رئيس الروسي بلاده مير بوتان قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن السلطات الأمريكية تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ من تراز ناسماس المضادة لطائرات إلى كييف في الأسبوع المقبلة وفي الوقت نفسه أكد المسؤول أن واشنطن نقلت بالفعل إلى كييف عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة بما في ذلك أكثر من 1400 نظام صاروخي مضاد للطائرات من تراز ستينجر وتعتزم الولايات المتحدة امداد أوكرانيا بثمانية أنظمة الدفاع الجوي كجزء من مبادرة لتعزيز أمن أوكرانيا وتشمل إبرام العقود مع الشركات المصنعة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وليس توفير المعدات مباشرة من مخزون البنتاجون ترجمة نانسي قنقر أفاد مسؤول عسكري أمريكي كبير بأن روسيا لم تختر الولايات المتحدة بعد بتدريبات نووية تتوقع واشنطن أن تجريها موسكو قريبا وفي الوقت ذاته يقال الكريملين أن سياسة الردع النووي تنطبق على الأقاليم المنظمة حديثا إلى الأراضي الروسية على وقع التوتر غير المسبوق بين روسيا والغرب وخاصة بعد تنام المخاوف من أن يجنح الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهر الثامن إلى حرب نووية يبدو أن القوات الروسية تتأهب لتنفيذ تدريبات نووية خلال الأيام القريبة المقبلة فقد أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى أن موسكو لم تختر واشنطن بعد بتدريبات نووية يتوقع أن تجريها قريبا وأشار إلى أن روسيا ستجري على الأرجح تجارب إطلاق صواريخ وذلك خلال تدريبات جروم السنوية لقواتها النووية الاستراتيجية في غضون أيام فقط وبموجب معاهدة ستارت الجديدة فإن موسكو ملزمة بتقديم إختار مسبق قبل إطلاق تلك الصواريخ بحسب ما أشار مسؤولون أمريكيون ومع ذلك عبر مسؤولون غربيون عن ثقتهم في قدرتهم على التمييز بين التدريبات الروسية وأي تحرك فعلي من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنفيذ تهديداته النووية يذكر أن تلك التدريبات التي تمثل تحديا روسيا آخر للولايات المتحدة وحلفائها تأتي بعد أن هدد بوتين علنا أواخر الشهر الماضي باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن بلاده في حال تعرضت أراضيها لأي اعتداء وبدأ حلف شمال الأطلنطية تدريبات عسكرية روتينية لاختبار منظومته للردع النووي في أوروبا بمشاركة 14 دولة من أصل 30 دولة عضو وستشمل نحو 60 طائرة من بينها طائرات مقاتلة وطائرات مراقبة وأخرى لتزود بالوقود وسيقام الجزء الأكبر من المنورات على بعد ألف كيلو متر على الأقل من حدود روسيا وستشارك في المنورات قادفات القنابل الأمريكية بعيدة المدى من طراز بي 52 ويطلق عليها اسم استيد فاصنون والتي ستستمر حتى أواخر الشهر الجاري كما تشارك مقاتلات قادرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها لا تتضمن أي قنابل حية ولا يسمح الناتو لوسائل الألم بتغطية المنورات أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الزرية رفيال جروسي عن رغبته في مقابلة رئيس الروسي بلادمر بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن يأتي هذا في ظل الأزمة المحيطة بمحطة ذابوريجيا للطاقة النووية وأشار جروسي في تصريحات للصحفيين إلى إمكانية التوصل لاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة ذابوريجيا قبل نهاية العام الجاري أولاً بأن المدير الروسي بقول لن تتحدث عن هذا إنه مهم يمكننا تتحدث اشتركوا في القناة